مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق تعجز المستشفيات الحكومية عن استقبال المزيد وعليه لجأ الكثير من هؤلاء إلى تطبيق الحجر المنزلي مجموعة تطوعية قررت تزويد مصابي كورونا بعبوات الأكسجين وإيصالها إلى بيوتهم مجاناً من يترجع لنا البطل بعد شفاء المريضة إن شاء الله يكسب الشفاء التام أريد منك إن شاء الله وحدة أن تتعهد لنا وتتبرع لنا بليب لازمة حتى نستفيد منه للمرضى الباقين رغم تضاعف أسعار عبوات الأكسجين تمكن هؤلاء المتطوعون خلال ثلاثة أيام فقط من تزويد 250 عائلة بالأكسجين لمواجهة أعراض ضيق التنفس التي يعاني منها المصابون اليوم بعد أن مليت المستشفيات بمصابي كورونا التجى بعض المصابين إلى حجر أنفسهم داخل منازلهم لاحظنا بأن هناك نقص في مادة الأكسجين أطلقنا حملة وتم تثبيت أرقام موبايلات ممكن للتصال عبر هذه الأرقام لتزويد عبوات الأكسجين إلى باب دار المصاب إحدى العائلات التي تطبق الحجر المنزلي اتصلت بهؤلاء المتطوعين وطلبت تزويدها بعبوة أكسجين لأن أحد أفرادها يعاني ضيقا شديدا في التنفس كما أنها لا تملك المال لشرائها هذان الشابان يقطنان في نفس الحي الذي تسكن فيه هذه العائلة فأقنعناهما بمرافقتهما خلال عملية إيصال الأكسجين ما إن اقتربنا من المنزل حتى اتصل حسين بصديقه المصاب أحمد وطلب منه فتح الباب لاستلام عبوة الأكسجين التي تحتاجها والدته التي لم تعد قادرة على التنفس كما أخبرنا رفاقه هذه العائلة واحدة من بين مئات العائلات البغدادية التي فضلت هذه الأيام الموت في بيوتها على الموت عند أسوار وبوابات المستشفيات الحكومية من بغداد منتظر رشيد الحدث